طيب تعلي بقى ندخل على أسئلة الناس اللي بتابعونا وسيد رامي عادل بيقول كنت عايزة أسأل إزاي أعرف أن أنا منعتي ضعيفة علما بأن أنا عمري 35 سنة نعرف منعتنا ضعيفة من حاجات كتير لو أنا مثلا بدخل في عدوى كذا مرة بيجي لي برد كتير جدا في السنة عدم التشافي دي طبعا بردو أن أنا باخد وقت طويل عشان أتعافى مشاكل لو عندي إلتهابات كتير كمان مشاكل الجهاز الهضمي أكيد يبقى أنا كده عندي خلل في المناعة لو عندي مشكلة في المعادة أو الأمعاء فعندي حاجات الالتهابات الكتير السترس مهم جدا النوم المتأخر طول الوقت الصهر ونوم 7 الصباح وليوم المقلوب ده بيضعف جهاز المناعة جدا فلازم نعمل ده برضو طيب سؤال تاني من أحمد عطالة بيقول سلام عليكم وعركم السلام عليكم وبركاته بيقول أنا سؤالي هو بيقول أنه ما بيهتمش خالص بفكرة أنه ياخد فيتامينز وكان معتقد أن الفيتامينز دي حاجة ما بياخدوهاش غير الناس اللي بتروح الجيم وبانتظام فبيسأل حضرتك بيقولك عايزة أعرف إيه الأضرار اللي ممكن تنتج عن أن أنا ما باخدش فيتامينز وهل الموضوع ماينفعش يقتصر على الفيتامينز اللي موجودة في الأكل الصحي بس ولا لأ وبيشكرك طبعا الفيتامينز لازم كل الناس تعرف قد إيه مهمة الفيتامينات والمعادن يمكن لونيس باولينج ده عالم كيميائي واخد جائزة نوبل مات من زمان يعني ده كلام ده زمان واخد جائزة نوبل في علم الكيمياء عمل دراسات على المعادن فبيقول يعني حتى على جوجل لو عملنا جوجل سيرش وكتبنا لونيس باولينج قالك لو أي بني آدم توصل للمعدن النقص في جسمه هيأخذ نفسه من مشاكل صحية كتيرة جدا مهم جدا الفيتامينات والمعادن ونقصها لكن اللي قالوا ده قبل بقى ما يكتشفه موضوع التحليل عشان في ناس كتير مش فهمة يعني بيأكلوا أكل مش كويس أو أكل غير صحي والحياة ماشية وما يعرفوش أن عندهم نقص لأن ممكن يكون عندهم نقص عندهم الأعراض ومش فاهمين دي أعراض ايه فاكرين ده طبيعي لا مش طبيعي مش طبيعي أن أنا أصحى بقى نايمة 8 ساعات في اليوم وأصحى مش عارفة أنزل شغلي وتعبانة أفطر ونام ده مش طبيعي مش طبيعي أن أنا كل الوخم المبالغ فيه الوخم المبالغ فيه لا يعني ما تاخدوش أي عراض أنه هو حاجة طبيعية لا مهم جدا أن أنا أركز بفيتامينات والمعادن وكل مرة أقول أن مهم جدا أي سابليمنت أو أي مكمل غذائي بناخده نعرف مصدره ونعرف ترخيصه هيئة سلامة الغذاء تحت إشراف وزارة الصحة طبعا قال بمالتيفيت واخد الترخيص وكفاية أنه موجود في السيدليات مش ممكن أي سيدلية في مصر هتحط مكمل غذائي غير مرخص لا يمكن فده يدي أمان وكل مرة أقول المكملات الغذائية نعرف مصدرها ألب مالتيفيت آمن جدا طيب هل المالتيفيتاميس من حيث المبدأ من شأنها تساعد على زيادة الشهية مثلا دي مقولة لا هي بتدعم التمثيل الغذائي يقولك إيه بس مش اكتساب الوزن لا لا يمكن بالعكس يمكن في حلقة تانية هتكلم معاك على التمثيل الغذائي وقد إيه الفيتامينات المعايدة المهمة للميتابوليزم بتاعي وصرعة الأيد بتاعي بالعكس أنا عندي فيتامين بي بكل مشتقاته مهم جدا لعملية التمثيل الغذائي لأنه بيحول لي الأكل والشرب لطاقة بيحول لي البروتين والدهون لطاقة فأكيد مع فيتامين بي هيحسن لي جدا أو أكيد ألب مالتيفيت بيحسن جدا عملية التمثيل الغذائي وبالتالي بتخص كمان يعني أنا بأخذ جوش أنت مرة اللي فاتت قلتلي يا كريم بعد الجملة اللي أنت وفيها وختمت بيها أنا مريش مالتيف لأنك قلتلي أنا عايز دينا وليلي على فيتامين بيتاخن طولها ما تاخدش ما تاخدش ألب مالتيفيت باقي دايما بقولك أنا دايما كل بأشوفك وقولك أقولك الطب يعمل شغل للوز اللوز فيما يتعلق بإنقاص الوزن يجوا باعد ناس اللي زي حالاتي عايزين يزيدوا والطب بيقف عايزين تاكد